السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جيت لك أراجع فيلم ميراكلس بما أنه قد نزل رسميا لذلك قبل أن نبدأ لا تنسى اشترك في هذه القناة والصلاة عن محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ولنبدأ ببداية الفيلم نتعرف عن معلم فو ويخبرنا عن القوى السحرية ويقول أن أخطرها هو ميراكلس الفراشة لأنه يستطيع إطلاق الأكومة ولم يخبرنا عن قوة ميراكلس الدعسوق أو القط الأسود المهم يبدأ بتعريف الشخصيات ومن أولهم مارينيت لكن من الواضح أن مارينيت لا تثق بنفسها وليس لديها الكثير من أصدقاء في مدرستها ويحاول والدها إسعد مارينيت لكن مارينيت لا تكون مهتمة وتخبرها والدتها أن تثق بقلبها وحقا مارينيت تبدأ بالغناء في بداية الفيلم المهم بعد هذا الغناء نتعرف على أنها رسامة بارعة وفوق كل ذلك هي موهوبة في الرسم وفجأة نرى أن مارينيت عند معرض الأزياء وبعدها مارينيت تذهب من هناك وينزل جابريل من سيارته وحرفيا تكون سيارته جدا فخمة ويرى عرض الأزياء وكيف يبدون ولا حتى شيئا يجبه المهم تكون مارينيت في المدرسة فيصدمها نينو عن طريق الخطأ وهي تصدم كلاوي عن طريق الخطأ فتطير بقعة زغيرة جدا بقعة زغيرة من القهوة على ملابس كلاوي فتشرشح مارينيت لكن تكون آلية تصور كل شيء وهنا كلاوي تقول أن مارينيت هي صديقتها المقربة وآلية تتعرف على مارينيت ومارينيت تتعرف على آلية وتخبرها آلية أنهم هنا يلقبونها بسيدة الكوارث ومارينيت لا يريد أن يكون هذا هو لقبها ومارينيت تلتقي بكلاوي مرة أخرى وتبدأ بالهروب منها وتتجه نحو المكتبة وهنا كلاوي لم تعرف أن مارينيت في المكتبة وتذهب وهنا مارينيت تلتقي بإدريان لكن لم يكن لقاءا مهما تسريعا فقط في الأحداث وفي الليل مارينيت تخرج من المدرسة ومرة أخرى تلتقي بكلاوي وتبدأ بالهروب منها وحرفيا كانت ستصدم بالشاحنة بكل شيء آخر في الحياة لكنها نجت وهنا جابريل استامل ميراكلس الفراشة والمعلم فوي يشعر أنه قد استامل ميراكلس الفراشة وفقط أول ما يفتح الصندوق صندوق الميراكلس يطير منه ميراكلس الدعسوقة وميراكلس القط الأسود يتجه ميراكلس القط الأسود دي إدريان وميراكلس الدعسوقة يبدأ بالهروب في الشوارع وبينما مارينيت تهرب من الكلاوي المعلم فوي يطرد ميراكلس الدعسوقة وبعد نمسك ميراكل سدع سوقة في وسط الشارع تأتي مارنت تنقذه من الشحنة التي ستتظلمه لكن هنا كلاوي تكون تطارد مارنت وميراكل سدع سوقة يدخل داخل شمطتها وترجع مرة أخرى المطاردة وهنا مارنت قد هربت من كلاوي وتذهب إلى الزقاء وتسريع مرة أخرى في الأحداث مانت تلتقي بيرتيكي وتخبرها أنها لست مناسبة وكل هذا من الشيء القبيل لكن تخبرها أنها هي الشخص المناسب وتندمج مع ميراكل سدع سوقة وتتعرف على القط الأسود لكن القط الأسود يناديها ببطيخة وحرفيا هو مناسب لها تقريبا وبعدها يتعرفون على الشرير الذي أصابه قبر بالأكومة يبدأون بالقتال الشرير القط الأسود يبدو غير متغلبين عليه فتأتي الدع سوقة لكوتسايدا وتطير أمام كل العالم وحرفيا الجميع يناديها ببطيخة وبعد كل هذه الأحداث من القتالات يقع الشرير أمام القطار وهنا القط الأسود يسقط أيضا فتدخل الدع سوقة لكي تساعده وفجأة يقع القط الأسود في حب الدع سوقة وهنا يأتي المعلم فيه ويخبر قوة الدع سوقة وقوة القط الأسود وقوة القط الأسود هي الدمار وقوة الدع سوقة هي الإصلاح وتذهب الدع سوقة إلى منزلها ويبدو القط الأسود بالغناء عن الدع سوقة تكون مارينت قد رجعت إلى منزلها بعدما أنت القط الأسود من الغناء وتخبر أنها ستكون جاهزة لوالدها لأن والدها قد ذهب إليها المهم تخبر تيكي أنها لم تكن الشخص المناسب وترمي بميراكا لسد دع سوقة لكنه يعود إليها في نهاية تيكي تترك الأمر لمارينت وبعدها جابريل يبدو بإطلاق الكثير من الأكومات من الواضح أنه جدا جدا حزين على إيميلي المهم مارينت تذهب إلى حديقة الملاهي وإيدرين أيضا يذهب إلى حديقة الملاهي بما في ذلك آليا ونينو فيتعرف إيدرين على والدي مارينت ويكون سيدا جدا لكن يتصل له والده ويخبره أن حديقة الملاهي لم تعد مناسبة فيخبره أن يذهب من هناك ومارينت تكون محرجة من والدها لدرجة أنها تذهب أيضا من هناك وفجأة يظهرون الأشعار ويبدأون بتدمير حديقة الملاهي ويصبون مارينت وبعد الغناء للمرة الثالثة في هذا الفيلم ما نتحول الدعسوقة لكن لا أعتقد أن كان هناك أحدا يراها فيأتي القط الأسود ويستعدان على هزيمة الأشرار وينجحون في ذلك المهم يبدأ الغناء مرة أخرى وهم يواجهون الأشرار وأخيرا قط الأسود يعترف للدعسوقة أنه يحبها فيطلب منها أن تاتي والدعسوقة تاتي إلى مكان القتال وتعتقد أنها تأخرت لكن القط الأسود كان فقط يمزح معها ويبدأ الغناء المرة الألف في هذا الفيلم لكن الدعسوقة تخبر القط الأسود أنها تحب شخصا آخر فتكسر شعور القط الأسود لكن الدنيا دوارة فتاتي مارينت إلى عند إيدريان وتخبرها أنه يستطيع ذهاب الحفل معها وإيدريان يلفظ ذلك لأنه يحب فتاة أخرى وهنا يتنكسر شعور مارينت ومن العدم تظهر كله وتخبرها أن الأساطير لا تتحقق فلا يمكن لإيدريان أن ياتي مع ابنة الخباز وهنا مارينت تحطى مجدا وتترك الهدية وتذهب وقابل هنا قد يأس من كل أشياء الذين قد أرسلهم وقكرها الدعسوق القط الأسود إلى حد الجنون وحرفيا يصيب نفسه بالأحكومة وترى أن هناك شيء غير طبيعي يحصل في البرج تحول إلى الدعسوق وتذهب إلى هناك وترى أن كل شيء يتدمر بسبب الأحكومة وهي تحاول إنقاذهم وهنا تأتي إشارة إلى عند القط الأسود أن يأتي إلى عند الدعسوق لكنه يكون محطما أكثر من أن يستمع إليها وبينهاية الآمد الدعسوق تقع على الأرض ويكون جابريل على أشياء نصيبها ويحذر بلاك إيدريان وبالفعل إيدريان يتحول بميراكلس القط الأسود وينطلق بسرعة فائقة للضوء ويمسك بالدعسوق وينقذها فالدعسوق تخبر القط الأسود أنهم يجب عليهم أن يعملوا مع بعضهم لكن القط الأسود يرفض ذلك وينطلق إلى مونارك بنفسه ويستعمل القططية لكن جابريل أو مونارك يستطيع أن نصد القططية وعلم سبورج إيفيل وهنا البرج بدأ ينهار كله لكن القط الأسود يسقط في الماء ويسقط عليه البرج فتأتي الدعسوق وتنقذها وهنا ينزل عليهم جابريل ويحول الماء إلى حومة نارية وهنا الدعسوق تكون غاضبة مما فعله القط الأسود فتهجم على جابريل دون حكمة وهنا جابريل يتمكن من أن يمسك بها وأخذ ميراكلس الدعسوق وتخلص منها بعيدا وكاد على وش أن يأخذ ميراكلس القط الأسود لكن القط الأسود يستهد الوعي قليلا ويعطي جابريل المطلوب وهو كموت يمسك بالقط الأسود ويلاحظ انه ايدريان فينصدم صدمة العمر وجابريال هنا يزيل كل شيء بما في ذلك الاكومة والماء وكل شيء وهنا ماريت تلاحظ ان القطة الاسود هو ايدريان وهوكموث هو جابريال ويخبر جابريال ايدريان انه قد فعل هذا من اجله من اجلنا لكن القطة الاسود ايدريان يخبره ان تتركها الترقض في السلام ويحظنه وهنا جابريال يحظن ايدريان بما في ذلك ايضا شبح ايميلي وهنا تأخذ مارنة ميراكلس الدعسوقة والعالم يكشف ان صاحب ميراكلس الفراشة والشغير كان هو جابرال وهنا الدعسوقة تستعمل قوة الاصلاح وهنا الدعسوقة تصلح كل شيء كل شيء تم تهديمه تصلحه الدعسوقة وفي نهاية الامر تذهب مارنة الى الحفل وتكون هي صاحبة افضل زي قد رأيته حرفين في هذا الحفل حتى انها افضل من كلاوي ثم تذهب الى ايدريان من بادي ان تذهب الى ايدريان تناديه بالقطة الاسود وهنا ايدريان تلفت حولها فترى انها مارنة وتخبره ان هو القطة الاسود وهي الليدي باغ او الدعسوقة فيكون ايدريان سعيدا جدا لانه قد عرف من هي الدعسوقة ومن ايضا هي مارنة فهما نفس الشخ المهم بعد كل هذه الاحداث ينتقل مشهد الى عند نتالي ويخبرها انه يثق بها والذي يكلمه هنا هو جابريال ونرى ان ايميلي نائمة على زهور او عيش من هذا القبيل ونلاحظ ان هناك عقد وهذا العقد هو ميراكل ستاووس وينتهي الفيلم عرفين الفيلم نصفه على نصفه غناء واخر الشيء هو القتالات المهمة من الواضح اني قد اخطعت في رأيي الشخصي لاني عندما ذكعت رأيي الشخصي قلت ان ايدريان ليس وحش مشاعر من الواضح انه وحش مشاعر وعلم اني قد فوت بعض الاحداث قلت لكم هذا مجاد مراجع الفيلم ليس تلخيصا له اتمنى ان تروا رأي الخاص لاني قد قيمت الفيلم من ناحية الانوميشن والقصة والجودة وكل اشي من هذا القبيل ساترك لكم اياه في شاشة النهاية والذي يريد مشاهدة الفيلم فاني ساتركوا الرابط في صندوق الوصف لا تنسى الاشتراك في هذه القناة ومتابعة حسابي انستجرام وحسابي تيك توك ايضا ستجدهم في رابط الوصف المهم اكون هكذا قد راجعت لكم الفيلم وانتهيت وصلنا هكذا الانت الفيديو لا تنسى الاجاب والاشتراك لنا قرار من نصول لسبعة الاف كان معكم احمد من قناة كارتلوس السلام اشتركوا في القناة